بسم الله الرحمن الرحيم نكمل مقرر تقييم وتشخيص صعوبات التعلم ونبقى مع الوحدة الثالثة ساليب قياس وتشخيص صعوبات التعلم ونتناول اليوم الدرس الثالث بعنوان مقياس اليونويل القدرات السايكو لغوية 2 اليوم نتحدث عن إجراءات تطبيق وتصحيح وتفسير الآداء على المقياس طبعا المقياس تضمن دليل وهذا الدليل يوجد به وصف لإجراءات تطبيق وتصحيح وتفسير الآداء على مقياس اليونويل القدرات السايكو لغوية حيث تحتوي حقيبة المقياس على المواد والأدوات اللازمة لتطبيقه مثل دليل المقياس وأيضا يحتوي على كتابين والكتابين فيها الصور اللازمة لتطبيق المقياس والمواد والصور اللازمة لفقرات المقياس وأيضا يحتوي على نموذج تسجيل الإجابة طبعا الإجراءات يمكن تلخيصها في عدة نقاط أولا يطلب من الفاحص أن يكون على دراية تامة بفقرات المقياس والأدوات اللازمة لها وكيفية تطبيقها وتصحيحها أيضا يطلب من الفاحص أن لا يؤثر أو يوحي للمفحوص بالإجابة يعني مثلا لو تكلمنا في اختبار الاستقبال السمعي مثلا يوجد عندي فقرة هل تأكل الكلاب الآن الفاحص عليه أن لا يومي برأسه أو تظهر تعبيرات وجهه تدل على أن الإجابة نعم أو لا مثلا أيضا يطلب من الفاحص أن يراعي الأطفال ذو الإعاقة البصرية الجزئية عند تطبيقه لاختبار الاستقبال البصري وأيضا يطلب من الفاحص أن يوضح للمفحوص كيفية الأداء على فقرات الاختبار مثل اختبار الترابط السمعي أو اختبار الترابط البصري أو اختبار التعبير العملي أو اختبار الإكمال القواعدي وفي كل الاختبارات هكذا طبعا الآن في تفسير نتائج الاختبار تحول الدرجة الخام على كل اختبار فرعي إلى درجة عمرية وإلى درجة مقياسية وذلك يتم من خلال معايير واردة في دليل المقياس الآن الدرجة 36 على الرسم البياني تمثل متوسط الأداء للأطفال العاديين وطبعا يكون الانحراف معياره 6 درجات إيجابية وسلبية طبعا مفحوص دون الدرجة القياسية 30 فذلك يعبر عن مشكلات لدى المفحوص على أبعاد الاختبار المختلفة الآن لو تناولنا مظاهر قوة المقياس وتحدثنا عنها نتحدث عن أن المقياس هو من المقاييس المشهورة في مجال التربية الخاصة عموما طبعا وخاصة في مجال صعوبات التعلم يعد المقياس من المقاييس التي تعطي للفاحص صورة واضحة عن أداء المفحوص وذلك برسم صفحة بيانية للأداء على المقياس وهذا يسهل على الفاحص المؤهل أن يحول الدرجة الخام للأداء على المقياس إلى درجات قياسية يعني درجات معيارية أيضا يعد المقياس من المقاييس الشاملة لعدد من مظاهر اللغة الاستقبالية والتعبيرية ولذلك طبعا هذا المقياس يعطي وصفا شاملا لأداء المفحوص على المقياس أيضا يعد المقياس من المقاييس التي درست بعناية يعني أجريت عليها الكثير من الدراسات وأيضا يتم تدريسه في الجامعات والكليات لو تناولنا الآن مظاهر ضعف المقياس نتكلم أن المقياس يتضمن مصطلحات غير إجرائية يعني مصطلح القدرات النفس اللغوية وهذا مصطلح يصعب فهمه وتفسيره حتى للمختصين طبعا هذا مع العلم بأن فقرات الاختبار تتضمن قياس مظاهر اللغة الاستقبالية والتعبيرية من غير الإشارة إلى مصطلح القدرات النفس اللغوية طبعا يعد المقياس من المقاييس التي قننت على عينة صغيرة نسبيا وكان عددها 962 شملت الأطفال البيض في الولايات الوسطى الغربية ونسبة قليلة من الأطفال السود لا تتعدى 4% من نسبة الذين شملهم المقياس ولم تشمل عملية التقنين أطفال من مناطق جغرافية أخرى في الولايات المتحدة أو أطفالا من الأقليات الأخرى لذلك هنا نقول أنه يجب الحذر عند تطبيق هذا الاختبار وتفسير نتائجه لأطفال لم تشملهم عملية التقنين أيضا من مظاهر ضعف هذا المقياس أنه يصعب تطبيقه من قبل الفاحص المبتدل